اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم باب العاصمة النهاردة حلقتنا هيكون فيها فقرتين مهمين جدا حقيقة وضفين مهمين جدا عن السور العقاري الفقرة الاولى هنتكلم فيها عن المعارضة العقارية وازاي تقدر تساهم في تصدير العقار المصري الخارج وخاصة في امريكا واوروبا الفقرة التانية هنتكلم فيها عن الدور اللي بتلعبه شركات التسويق العقاري في تحفيز الطلب العقاري وهل مزارة شركات التسويق العقاري بتلعب الدور الاكبر في تنمية حجم المبيعات لشركات التطوير العقاري ولا الدور ده قل عن الاول هيكون معانا ضفنا في الحلقة في الفقرة الاولى لستاذ جون جميل رئيس مجلس ادارة شركة انبيستجول الاستثمار والاستشارات العقارية وهنتكلم فيها عن المعارضة العقارية وازاي هي بتقدر تأثر في تصدير العقار للخارج وخاصة في دول اوروبا ما نبقاش قاصرين على دول الخليج او الدول العربية فقط ابقوا معانا بعد الفاصل مشاهدين الكرام رجعنا لكم مرة تانية ومعانا ضفنا الاستاذ جون جميل رئيس مجلس ادارة شركة انبيستجول الاستثمار والاستشارات العقارية منرحب بحضرتك يا استاذ جون اهلا بيك مستر احمد زحرك الحمد لله اتمنى حقيقة انا قبل ما ابدأ لقائي مع مستر جون يمكن معارضة العقارية لها تأثير كبير جدا على ترويج المنتج العقاري سواء محليا او خارجيا ولما جينا نتكلم عن تصدير العقار للخارج لانا في ناس كتيرة طبعا تصدير العقار للخارج لا يتبالور فقط في فكر المعارضة العقارية ولكن المعارضة العقارية بتبع عليها هي العامل الاهم في تصدير فكر ومنتج العقاري وثقافة البلد الموجودة فيه العقار ولكن احنا يمكن الفترات اللي فاتت كنا نبقى منحاصرين داخل دول العربية ودول الخليج ولكن شفنا منذ سنة ان بدأنا نشوف معارض بتتعرض علينا في امريكا في دول اوروبا في زي امريكا فرنسا ايطاليا وهنا كان التحدي للمعارضة العقارية صعب لان انت بتروح لطبيعة مجتمع ليه ثقافة وليه طريقة في شراء وبيع العقارات يمكن في امريكا محدش بيروح معارضة عقارية علشان خاطر يشتري عقارات او نادر ما تلاقي ده هنا شرك ميستر جون بصراحة قدر ان هو يعمل منصة ومنصة الكترونية اطلقها في الولايات المتحدة والمنصة دي هي عبارة عن معارض عقاري كبير جدا تقدر تدخل فيه تقدر تختار تقدر تشتري هيكلمنا عنها اكتر مستر جون مستر جون المنصة احنا عايزين نعرف تفاصيلها وازاي هي تقدر تبقى منتج او معارض عقاري موجود من غير ما يعني على الويب سايت من غير ما يحتاج ان حد يروح يشوف الشركة او يعود مع حد او يعرف تفاصيل الوحدة العقارية اللي عايز يستثمر فيها يعني في الاول بس حابب بشكو حداك على المقدمة الهيلة اللي اتعملتها قصة تصدير العقار يعني لو هتديني بس دي اتكلم يعني ايه تصدير عقار لانه بنتكلم كتير في هذا الكونسيبت وهذا الفكر تصدير حاجة انا لازم يبقى فيه باكيجينج مختلف يعني يعني حداك مثلا لما بتروح اي فمدق بتلاقي انه الصبون مختلف تماما عن اللي عندنا في البيت يعني نوعية الصبون والتغليفة الصبون مختلف تماما عن اللي عندنا في البيت هي نفس القصة بزبط انا بحاول عشان اصدر الحاجة لازم اعمل باكيجينج لازم اعمل تغليف مزبوط للمنتج العقاري اللي انا رايح اصدر له البلد اللي انا رايح فلازم ادرس الماركت ده يعني اوروبا غير الخليج غير امريكا غير كندا كل واحد فينا ليهم يعني ليه ليه مواصفات معينة في الطلب بتاعه فعشان كده احنا دراسنا الماركت في امريكا كويس قوي ولينا انه الناس بتشتغل او بتشتري من خلال حاجتين انه يشوف الحاجة كويس قوي وانه على سيستم على سير ام على منصة نكتلونية ففيه اشهر حاجتين في امريكا حاجة اسمها رتفن وزلو كل الناس في امريكا بتشتري من خلال المنصة دي واحنا غيرنا الفكر بتاعنا ان احنا لازم نعمل منصة علشان نماتش علشان نبقى زي الناس دي بتشتري فعملنا منصة الالكترونية كامل اسمها انفستجو ماركت عليها اكبر 30 شركة وخلناه الحالك برضو اختير شركات ده عدى بينا يعني خد نواق تطويل عوي عشان نختار الشركات لازم يكون لها شركة لها مصدقية بزرط شركة لها اسم في الماركت شركة سلمت مشروعات قبل كده شركة عندها منتج الناس تقدر تشوفه على بابانها شركة الملاءة المالية تاعتها قوية ان انت مش هنفع تغامر للعميل بتاعك يعني بشركة لسه بتبدأ او شركة لسه ما عنداش المنتج اللي ناسب العميل هناك فدي كانت البداية نشكر ربنا عملنا المنصة دي عليها اكتب من دلوقتي 11 الف يونت على المنصة في كل المشروعات عندنا حاجات خاصة بالزاحل حاجات خاصة في العاصمة في السخنة في التجمع واخدين من كل المناطق حقيقة مغطيين حتى ايفن اسكندرية بورسعيد مغطيين كل المناطق بالمشروعات اللي هي تناسب الزوء في امريكا طيب حضرتك بحكم توجدك في امريكا بصفة مستمرة بحكم دراستك للسوق في امريكا واوروبا ايه هي الحوافز او الحافز اللي يخلي المستثمر في اوروبا يجي استثمر في السوق العقاري هنا في مصر بص هو احنا مصر سوق هاي الحقيقة واحنا هنا بالدراسات اللي بيكسبوا في مصر مافيش سوق في العالم تاني الارو بتاعي العقد على استثمار مش موجود في اي سوق تاني في العالم احنا سوق واعد بس هو محتاج بس شوية تنظيمات هنتكلم عليها محتاج يتنظم كويساوي ويبقى كمان هو جاي من خلال حد ترستد يعني ايه يعني يبقى في حد معاه استشاري بيقوله تروح فين وتيجي ازاي لانه مش اي احنا عندنا المعروض كتير قوي تمام فمهم قوي الثقة يعني ان احنا نبني مع العميل اللي في ربا او في امريكا الترست الثقة دي مهم جدا يثق فيك كشركة يثق في الشركة اللي هو بيشتريه من خلالها وده بييجي ازاي بيجي من خلال احنا بناخد وقت طويل قوي علشان العملية البايعية التم يعني مش اقل من ثلاث ستة شهور علشان عميل واحد يقفل معاك بيع لان انت بتعمله حاجة زي تشرح له يعني ايه مصر وتبيع له مصر وتقول له ايه التقسيمات الموجودة في مصر ومصر المتقسيمة شرق وغرب وفي عندنا عصامها الجيدة على فكرة في عندنا شواطئ هيلة في البحر الاحمد تقعد تشرح جيت اخد لها مثلا انشاه علشان تشرح فكرة تبيع مصر بعدين تبتدي تتكلم معاه هو بيفكر ازاي عايز حاجة سكنية ولا عايز حاجة استثمار تبتدي تعمله البلان بتاعته يشتري فين بيزدع البلجت بتاعته على الحاجات دي كلها فهدي قصة كمنا هي بروشيس بريمش عليها اما حاجة زي ما بقوله حلاك كده هلنه يكون في ثقة من العميل اللي بيجي اشتري طيب هل في مؤصفات للمنتج العقاري نفسه العميل الاجنابي يبقى لازم يبقى موجود فيه ولو شاف كده يقولك لأ انا مش عايز هو ده حلاك اللي بتكلم فيه في اول حلقة كنا بنتكلم عن التغليفة لازم تكون مظبوط يعني ما تيجي تقوله احنا هتسلمك الشقة محارة وحلوق هو مش فاهم يعني محارة وحلوق فزي بقوله هي محتاجة انه يبقى فيه تغليفة كويسة العميل بيدور عليه بيدور على شقة متشطبة كويسة في اللوكيشن حلو قوي يا سلام كمان لو المطور بيسلمه بالفرش بيوفر عليه جدا وكمان لو عنده شركة بروبرتي مانجمينت ان هي تدير له الوحدة اللي هو بيشتريها ده هو ده خلاص العميل اللي اشترى من عندك فلو كل مطور عارف يعني ايه لو انا عايز اصدر المنتج بتاعي عارف العميل برا محتاج ايه عايز حاجة متشطبة لو كمان مفروشة لو عندك شركة بروبرتي مانجمينت تدله الوحدة يبقى هو هو جاي هو مستريح هو مش فاضي ييجي يشطب ولا مش فاضي ييجي يلاقي الوحدة بتاعته ومحتاجها تتنظف والحاجات دي كلها هو جاي يستمتع بالاسبعين بتاعه فانت لازم توفر له كل سبل الراحة ان هو ييجي يستثمره عندك ويبقى مش جاي بقى يعني تبقى تيلي عليه ان هو جاي نازل الوحدة بتاعته لا تسهل عليه الامور طيب هنرجع للمنصة التانية تمام اللي عليكم اسستوها حقيقة بقى هتضيف ايه للعميل او ازاي هتامل عملية التسويق والماركتنج وايه هي الخطوات اللي بيتم عليها عملية التسويق لحد عملية البيئة هاي احنا عاملين منصة زي حدك كده في عندنا منصات فينا في مصر مشهورة جدا عاملين نفس القصة نفس الفكر انه احنا الوحدة كاملة باسعارها بصورها بفيديو ليها بيدخل يشوف الفيديو كمان بتاع الوحدة دي تاعته كمان موجود السعر بتاعه تغنية الميتاورس ايه يعني قريبة منها وكمان يقدر يبص على انه هي قصت على ان هي ايه الموديول بتاعه عايز يقصت على عشرة سنين على ثمان سنين على ستة سنين على حسب كل وحدة والقصة بتاعتها موجود كمان على السيت الوحدة دي هيستلمها دلوقتي ولا هيستلمها بعد ستة شهور ولا هيستلمها بعد سنة وفي الاخر لو عجبوا السعر بيروح دايس كونتاكت يطلع له احنا عندنا ايجنت هناك في امريكا يعني احنا عندنا ايجنت من كل الجنسيات بيشتغلوا معنا فهيطلع له الايجنت اللي منزل الوحدة دي سواء كان امريكي سواء كان مصري عربي لبناني هيكلمه ويقول له I'm interested in the units اللي هي رقمها X موجودة عندكم وانا حابب ان انا يكون بابروسيد ودي بتبقى البداية بقى يعني بداية ان احنا في عميل interest in the units نبتدي نعمل معاه الميتنجز والزوم ميتنجز ونشرح له المشروع ونشرح له مصر ونقول له انت فين وقصة كلها وهتدفع ايه وايه الارو اي بتاعتك ايه العائد عن استثمار اللي انت هتشتري للوحدة دي وهتفيدك ازاي وكل القصة دي كلها فده بياخد من 3-6 شهور بعين عشان بس closing للعميل دي كل البروزوس لغات لما احنا بيقى فيه طرقتين عميل اجنبي مش محتاج ان هو ييجي مصر مجرد انه ترانسفر من امريكا بالدولار او بطفل العملة بيحول على طول ديريكت على الديفلبر والعقد بيروح له اوبرسيز يمضي عليه ويرجع له تاني مش محتاج ان هو ييجي يعني العميل مش محتاج ييجي او فيه عملة بتيجي تقول انا حابب اشوف الوحدة عالطبيعة يعني فيه عميل بييجي يقول لي انا حجست وجاي علشان اجي ابص على الطبيعة فهو بييجي معمل له الطول بتاعته يبص على قصة ويمضع قوله اذا العميل الفلوس ديريكت من غير ما ييجي فيه عندنا شوية مصريين يعني بيبقى شوية العايز يشوف بعنيه يعني وده مش عايق هنا بقى يعني من رحم اجابة حضرتك طلع سؤال هل اللي بيشتروا هناك المصريين المقيمين بالخارج ولا ممكن نلاقي يعني ابناء البلد نفسها الامريكان او فرنسويين او الطلاعين نفسهم ممكن نفكروا احنا عندنا النسبة غدلوقتي هي 70-30 70 مصريين وعرب يعني مهاجرين اللي في امريكا و 30% بيور امريكان ودولا بيشتروا فين دي بلدو هنتكلم فيها فيه مراتة معينة الامريكاني الاصل بيشتري بيشتري في مراتة معينة مش في اي حد لحاجات اللي هي السحلية يعني اللي هي اللي هي فيها بحر وفيها بحر يعني ترفيه والستثمار في نفس الوقت مظبوط مظبوط هو هنا اللي بيبقى التوجه اليوم اكتر مظبوط طيب العميل الاوروب بيبقى له شروط ومتطلبات ولازم تتوافر عشان يقدر يحول فلوس من غير ما ينزل او يشوف فيه المكان اللي هيشتري فيه مش شرط الوحدة العقارية ولكن البلد اللي هيستثمار فيها فلوس بس لما بيتتوافر الشروط والمتطلبات فيه بعض السلبيات او التخوفات اللي بيحاول يتجنبها ايه ابرز السلبيات والتخوف اللي بتلاقيه عند ابرز العملة وحدك بتبقى له خلينا اقول لحدك حاجة احنا العميل هناك المخاوف بتاعته انه الان انه ما استلمش يعني دي احد المخاوف هو طب انا هستلم فعلا طب هو انا هستلم على نفس الماستر بلان نفس اللي انا يعني انا شفته ده هستلم هو هو ناس كتير قوي بيحصل انه بتبيع ماستر بلان غير اللي هو وتيجي تسلم حاجة تاني خالص فدي دي واحد من المخاوف الكبيرة جدا انه عشان كده احنا 80% بلده 80% من شغلنا على حاجات ready to move انه جهزة لأ تعال بص بعنيك اهم مشروع ادي الوحدة حتى لو هي لسه ما تبنيتش في المرحلة اولا مثلا جهزة او خلصانة فهوقول له انت هتستلم نفس القصة بنفس الدزاين بنفس التأسيمة بنفس كل حاجة فهو لازم يشوف الحاجة الترست مهمة اوي الناس اقل اهنا انه احنا يعني امكن شوية عندنا مطورين بوزوا صمعتنا في كذا مكان يعني الحاجة عشان كده احنا برضو بنختار المطورين بعناية انه هو يبقى يماتش مع الكراتيريا هناك تمام فمهمة اوي انه من ضمن المخاوف انه بيبقى الان دي حاجة احنا كمان عندنا مشكلة تانية كبيرة جدا انه المطورين في مصر محتاجين يفهموا يعني ايه تصدير العقار يعني ضحية ضحية لانه هو محتاج المطورين في مصر حقيقة يعملوا كده ادارة كاملة حاجة اسمها international sales الادارة للبرة للدول سواء كانت اوروبية كندا امريكا استراليا محتاج يبقى فيه ادارة كاملة للقصة دي ليه لانه هنا بيتكلم في لغة هناك بيتكلم في لغة تانية خارس بزبط وهو مش قادر يفهم انه الناس عايزة واحد اتنين تلاتة وهو يقول له لا هو ده اللي عندي ما هو حبيبي ما هو محتاجين بس العميل اللي برة محتاج يتعامل معاملة تانية مختلفة عن العميل في مصر بزبط لو انا عايزة صدر العقار وعايزة اطلع بالمنتج بتاعي للدول دي ده حقيقي انا عحيانا بحيس ان بعض الشكلات التوير العقاري بتطلع المعارض الخارجية اللي استطفى عندها ريزق تجاري طلع رحلة دي حقيقة يعني هو دي حقيقة يعني هو زي بقول لحدك احنا محتاجين ان احنا يعني يبقى الفكر بس بيختلف انه حتى الادارة اللي هتبقى الانترناشنال سيلز دي الادارة يعني حدا حداك مثال بسيط جدا يعني احنا العميل الاجنت عندنا اللي بيبيع اتعود في امريكا انه ياخد الكوميشن بتاعته اونس بط يعني انا باعت من خد الكوميشن خد الكوميشن هنا في مصر مفيش كده يعني هنا في مصر قعد شهر يمسر عين يوم ملدين عقود مثلا بشهر تمام احنا في في احدى الشركات قعدة تسعة شهور حلو الله فلتبتخيل وكان الاجنت كان اجنبي تمتخيل اجنت اجنبي عمل لك بروموتينج عمل لك دعاية لمصر لبلدك وجاب لك عميل اجنبي تمام وانت كمطور مش قادة تفهم القصة دي واخر له تسعة شهور الكميشن بتاعته ده مين مطور مش لها احنا على هوا طيب هنا انا حابب اسأل حضرتك شهر وانا عارف ان السؤال يعني هو مش يعني حضرتك مش عايزينه يعني عايزينه فير مش عايزينه بدبلو ما سيه عشان خاطر اه حضرتك بتعمل حاجة في عملة وخصوصا هم عملة اجانب بيسقوا في حضرتك جدا عشان كده هم بيجوا يشتروا من عند حضرتك انت زي بتختار المطور يعني بناءا على ايه طبعا سبقت المشروعات ويه 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 بس في مطورين كتير ولا كنا سلمت وعملت وعندي مشروعين هنا ومشروعين هنا ومشروعين هنا جديا بقى سيريوس لي يعني انت بتبقى متأكد زي المطور ده هينفذ وهيسلم وزيان بيقولك ايه هيطور رقابتي قدام العملة بتقنى بس سؤال هاي احنا عادنا بالزبط قطة من ستة شهور احمد بي عشان يختار العمل عشان يختار المطورين ستة شهور الشركة دي وعمل لها حاجة اسمها ديو ديليجنز انه من ندرسها فاينانشيال هي قادرة تكمل المشروع بتاعها ولا مش قادرة سلمت مشروعات قبل كده ولا البرتوفوليو بتاع العمل هو خمسمائة واحد ولا عشر تلاف واحد العدد العمل اللي عندهم مشاريحهم في حتة واحدة بس مثلا في شرق القاهرة ولا ليهم في شرق ولا ليهم في غرب ولا ليهم في الساحل ولا ليهم في السخنة ولا يعني البرتوفوليو بتاعه قدي قطع الاراضي اللي عنده قدي محفظة الاراضي اللي عنده قدي سلم المشروعات وننوح ندرس المشروع ده يا جماعة انتو طرحتوه في 2016 هل فعلا سلمتوه في 2020 ونيجي بنبص انه اه ده سلم ما سلمش سلم على نفس المستر بلان ولا لا احنا من كتر العدد وصلنا ل30 30 حتى دلوقتي انا مشغلش من 10 12 واحد من كتر حتى 30 اللي احنا اشتغلنا عليهم بقينا كمان نقلل من العدد اللي احنا 30 ده بقى احنا مركزين على 10 12 مطور فقط نشتغل عليهم ان احنا مندرش ريسك 1% مع العمر هناك هل حالة التضخم الاعلامي وارتفاع الاسعار اثرت على حركة عندكم او شايف ان الحركة لسه فيها رواج برا ولا الموضوع فيه تحديات بتجه بالعكس يعني احنا كل ما بيحصل كل ما بيحصل ان احنا بيعف نبيع اكتر ليه لانه العملة مقابل ان احنا مثلا لو بتكلم ان انا ممكن اشتري وحدة كاملة متشطبة بمئة الف دولور واشتريها كمان بتقصيد على ست سبع سنين فانا بدفع في السنة خمساشر الف دولور فده رقم لما تيجي تقنع بي الكلاينت برا لا يعني انا معاك وبينزل وبشتري لانه افوردبل ومو يقدر انه يكون بيقدر انه يشتري الحاجة دي كلها فاحنا بنزمنا ميزة ان احنا بنبيع برا في مقابل ان احنا اللي حاصل للعملة عندنا في مصر طيب انا قالولي انا طبعا عارف حضايق خبرتك في المعرض يعني عملت كذا معرض وبسم الله ما شاء الله كانوا معرض النجحة لكن انا لما عرفت ان حضايق بيتنفذ معرض افتراضي فقلت مستر جون زهق بقى من معرض البشر وانا هكاعد عمل معهم هي مش قصة زهق هي قصة انه احنا برضه كله بيرجع بدراسة يعني فهم المعارض حلوة جدا في مصر وفي الخليج لكن العميل برا احنا ما تعودش على القصة دي خالص الناس هناك بتشتغل بالساعة يعني بيشتغلوا 8 و 10 و 12 و 16 ساعة فهو ما عندهمش رفاهية الوقت زي عندنا هنا في مصر و دور الخليج دي حاجة قبل لكن في البداية كنت عايزين نعرف يعني ايه معنى كلمة مارض فتراته بس خلينا اقول هو يعني احنا بنعمل تجربة جديدة في السوق و ده طريبا ده صريح حصري ده صريح لانه احنا ليه قلت حصري لانه احنا بنجهز بالديمو 80% خلاص جهزت حاجة هنروح بيها لكل المطورين كأنه عامل معرض لايف في حد بيستقبل هلب داسك برا في البوس بتاعه باسمه باللوجو في شاشات سكرين بيعرض البروجيكت بتاعته السلز بيحكي له بشرح له المشروع عامل روم جوه البوس انه لو خلاص انترستد ومهتم انه هو يشتري هيدخل جوه الروم دي ويخلص ويمضي عقوده والقصة كلها ازف كما لو انت جوه معرض بحقي ايه الفايدة انه احنا توقتي تكلفة المعارض بها تكلفة كبيرة والمطورين كدير مش هادرين ان هما يكونوا بيستحملوا الارقام دي فاحنا التكلفة كانت بالنسبة لنا عامل ان احنا مش هتبقى تكلفة كبيرة حاجة تانية ان انت مش بتبقى بتغطي بلد صغيرة او ولاية صغيرة او مكان صغير احنا مغطين كل امريكا احنا مغطين الخمسين ولاية كاملة فانت عندك تغطية بتوصل فيها في وقت واحد في ثلاث ايام اللي احنا بنعملهم الاكبر شريحة من سواء كانوا مصرين عرب امريكان تقدر تكون بتغطيهم في وقت واحد عمرك ما تقدر تغطي خمسين ولاية في ثلاث ايام معرض هتوستطلع في معرض واحد في ولاية واحدة ثلاث ايام يعني هل انا دلوقتي هبقى عاني في معايد المعرض فبدخل من على شاشة الموبايل او شاشة البي سي او شاشة اللاب توب ببقى اكاين يعاني في المعرض بالزبط وبدخل عن طريق هايبر لينك او رابط بدخل اه بدي له لينك بدخل بي بدخل يلاقي حتى ايه حتى حالك عمل زي مكان ناس تده تتكلم يعني ممكن هنجيب ناس سبيكرز زي وزراء زي الناس مهتمين بالعبطاع العقاري كمان يكون بيسمعوا هيبقى فيه سبيتشز جوه المعرض يعني مش بس ان هو بيدخل يشوف المطورين وبيتكلموا هيبقى كمان فيه سبيتشز عن العقارات في مصر وسوء العقارات في مصر وليه يشتري في مصر وايه الفايدة نشتري في مصر واحنا الدولة ايه الحاجات اللي مسهلهلهله انه ده وكان عامل اجنبي منسهلك ازاي كل القصة ان انت تيجي وتستثمر في مصر كله ده هيبقى موجود على في المعرض بتاعنا الافتراضي ان شاء الله طيب الفكرة الفكرة معرض افتراضي يعني ده اخترت حقيقة معرض افتراضي مش معرض على الارض الواقع عشان اروح امريكا وعمل معرض والشركات السافر ويبقى فيه احتكاك ما بيننا وما بين العمرة وليه فضلت ان هو يبقى معرض افتراضي اكثر من هو معرض على الارض الواقع زي بقول حالك زي ما كنت بتكلم كده في بداية البنمج مع حالك انه احنا درسنا العمل هناك العميل في امريكا وفي اوروبا اتعود ان هو بيشتري من خلال سيستم اتعود ان هو ييجي يبص على سيستم حاجة قدامه وشايفها يعنيه يقدر يكون من خلاله وبيشتري فيها كذا كذا ولاية في كذا وقت فدي كانت بالنسبة لنا فكرة الحاجة تالتة الكوست انه التكلفة احنا شايفين قد ايه الناس عندنا مشكلة سيولة في مصر المطورين عندهم مشاكل كتير اوه في السيولة فاحنا بنحاول نساعد الناس ان انت تبيع بتعمل ارقام كويسة اوي وفي نفس الوقت انت مش محتاج تعمل تكلفة باهزة بنحاول نقلل على الناس اللي بتعمل بتوفير تكلفة وهيبيع وهيبيع يعني هتغطي تكلفة كبيرة عندك قاعدة عمل هيدخلولك يعني حتى تقدر تكمل عليهم بعد المعرض مش لازم لو دخلك 200 واحد في الثلاثة ايام مش لازم 200 اشتروا بس على الأقل مثلا لو 10% اشتروا انت عندك 180 واحد تقدر تشتغل عليهم التات شغل اللي بعدها عندك عمل اوبرسيز اكيد فيهم من 180 ممكن تطلع لك برضو 20 تاني يتقدر تكمل فده رقم كويس قوي يعني طيب تقنية الميتا والزكاء الاصطناعي هل حضيك شايفها مؤثرة في السور العقاري هي فايدة السور العقاري ولا مجرد تقنية من التقنيات اللي بتتعمل ومعرف نش نستخدمها او هي ملحش لازمة اصلا ما اعتقدش ملحش لازمة بالعكس ده هي اللي هتبقى الفترة اللي جاية هي التقنية بس يمكن لسه الكون سبت ده المفهوم ده منتشار شاوي او احنا مش عارفين الماركت عليها كويس اه لكن هو جاي يعني لكل ما انا الخمس سنين اللي جاية هو ده يعني كتير اوي كمان حتى في ملف تصدير العقار للخارج انه بتساعد يعني احنا هيبقى بنشتغل مع هيبقى في لينا بارتنر في مصر الحتة دي انه ده بيساعدنا انه يوضح اكتر العميل برا في الخارج انه ازاي الوحدة دي شكلها ايه وقصة ده بيساعد عميلة البيئة فبالتالي العميل دعم فكرة تصدير العقار للخارج طيب احنا هنبدأ معرض حضرتك امتى احنا احنا بحد الناشل التوقيت احنا زي بقول حدك يعني جهزنا الديمو بالنسبة 80% وانس انه هو خلصت هنبتدي نعلن بس احنا بنقول لحضرتك حصري ان احنا عندنا معرض فيرشو هيبقى في امريكا قريبا يعني ان شاء الله بمتوقع يعني مرتقع ممكن يبقى قبل اخر السنة طبعا قبل اخر سنة طيب احنا يمكن ومناصمة احنا داخلين كمان اسبوعين او اسبوع على معرض ساتسكيب ومعرض ساتسكيب من اهم المعارض العقاري اللي تتعمل في مصر اذا اعرف رؤيتك للمعارض العقاري المحلية يمكن السنة دي ما شوفنا نشغل المعارضين هو الاهرام العقاري ودينا داخلين على ساتسكيب على عكس سنين فاتت او السنتين اللي فاتوا احنا كنا كل خمستاشر يوم في معارض فهل ده بيعكس حاجة في السوق العقاري يعني هل ده بيعكس ان المعارض مفيش حركة بيع وشراء الدنيا هديت ولا بيعكس ان الشركات اللي كانت بتعمل المعارض وخلاص ووقعت وفشلت ولؤيت حضرتك في مضوع دي طيب انا هجاوب لك عالسؤالين هو ساتسكيب طبعا ساتسكيب وخاصة ساتسكيب جلوبل اول نص خليف الرياض السنة دي حقيقة عمل بومينج يعني كان لي شغل هيل وحتى الشركات اللي راحت من مصر هنا عمل شغل كويس قوي وكمية وبيع حصل اعتقد انه كان بداية موفقة لساتسكيب جلوبل في السعودية فمصر طبعا ساتسكيب من اقوى المعارض وخليني اول حالك انه في ناس بتستنى من السنة للسنة الحقيقة يعني لانه بيبقى في عروض حقيقية يعني بيبقى المطول نازل بعروض لانه عارف انه عميل ساتسكيب مختلف تماما عن اي معرض تاني مختلف كان شوية في عشوائية اكتراوي كان فيها رجال اكتراوي كنتم تلاقي ثلاث معرض موجودين في نفس التوقيت معرض في الدوسيت معرض في الفندق اللي قدامه مش عارف فندق ايه ومعرض ثلاث يعني مفيش حتى تنسيق بين الناس اللي بتجهز المعرض فبقى يعني الحاجة الكتيرة اللي بتزيد بتقلل من قيمة الحاجة يعني لكن لما يبقى عندي معرض او اتنين قوي في السنة ده ده يكفي يعني ده يكفي انه الناس تبقى حتى مستنية ان انا هيبقى في عروض وفي في حاجة لكن كتر المعرض بيقلل القيمة بتاعت المعرض طيب سؤال اخير قبل ما نختم مع حضرتك ويمكن يهمنا قوي نعرف رؤية حضرتك يمكن نحن دلوقتي في شهر داخلين على شهر عشرة 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 اقف لكوارتر اخير من السنة رؤية حضرتك السنة الجديدة سنة عشرين عبارة عشرين في السؤال العقارية تبقى عزي توقعاتك احنا توقعاتنا للكيو الاخير انه هيبقى فيه زيادة كمان يعني مش بس سنة عشرين عشرين احنا بنتوقع انه الكيو الاخير من السنة دي انه مطورين هيكونوا بيعملوا شوية ركوت حصل دي بيبقى السنة اللي بعدها من افضل السنين كمان هتلاقي شهادات كتير اقوي اتفكت السنة اللي جاية فالناس عايزة تاخد الفلوسها وتحطها في العقار الحصل عشرين تاتة عشرين كمية الشهادات الاثنين وعشرين 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 والناس راحت تحط فلوسها في الشهادات وفي الاخر اكتشفت انه فلوسها بتقل خلاص الناس اتعلمت انه تاخد الفلوس دي تحطها هو العقار هو الملازل الامن فهتلاقي عشرين اربعة وعشرين الناس اللي حط فلوسها في الشهادات وخلصت كلها بتروح على العقارات مستر جون جميل رئيس مجلس دارة شركة انفيست جول السنشالات والاستثمار العقاري شكرا للمشاهدين كرام شكرا لحضرتك مشاهدين كرام احنا هنروح لفاصل وهنرجع نستقبل في فقرتنا التانية الأستاذ شنود امين رئيس مجلس ادارة شركة زي بروبيرتي بانك والاستشارات والتسوير العقاري وهيكون معنا حديث شايق عن شغل التسوير العقاري والسنشار العقاري في مصر والحركة البيع والشيرة يبقوا معنا متراشف اي حتة